مع توالي موجات الحر الشديدة يتزايد خطر الإصابة بالأمراض المرتبطة بدرابات الشمس خطر يهدد بشكل خاص كبار السن لا سيما ممن يعانون من أمراض مزمنة أو من السمنة المفرطة هذي الأشخاص يقدرون يتعرضون مجموعة المشاكل الصحية نظراً بالارتفاع درجة الحرارة وكذلك القلة شرب الماء بمعنى كتقدر تظهر عندهم علامات العياء تجفف ديال الجسم اللي يقدر يوصلهم إلى قدر الله حتى المشاكل اللي تقدر تؤدي بهم الغيبوبة إلا عندنا شي فرض من الأفراد العائلة مسين وكيعانم مشاكل وبالنا أنه يظهر عندهم مجموعة من الأعراض كمشاكل على مستوى الوعي ألم شديد على مستوى الرأس كيبالينا الشخص يعني غير مستقر في الذكرة دياله كيكونوا عندهم تهيئات ما الأفضل أنه هذا المريض نهزهم مباشرة للمستعجلات في المستشفى ولأن أفضل حماية ضد أضرار الحرارة هي الوقاية يجب على هذه الفئة متابعة توقعات الأرصاد الجوية والاستعداد بمجيب ذلك إلى جانب اعتماد مجموعة من التدابير الوقائية إن كان يتوجب عليهم الخروج من المنزل هذه الفئة تأخذ مجموعة من الاحتياطات كأنهم يشربوا الماء باحد كميات كبيرة واحد جوج إطر وحتل ثلاثة إطر ديال الماء في اليوم يحاولوا أنهم يتفادوا يخرجوا في الأوقات التي تكون كتعرف الارتفاع ديال درجة الحرارة ما بين الظهر والعاصر هنا عندهم شيء أغراض أبغوا يقضيوها من الأفضل أنهم يخرجوا قبل من الظاهرة أو حتى من وراء العاصر كما ستكون برد الجو لكي لا تؤثروا أحد يولهم وخصوصا الأشخاص الذين يكونوا يعانون من أمراض مزمينة كالقلب، كالكيلي، كأمراض ديال الدماغ والجهاز العصابي أمراض ديال السكري وأمراض أخرى تشهد المملكة منذ بداية فصل الصيف موجات حر شديدة سجلت خلالها أقصى درجات الحرارة على الإطلاق فيما ترتقب المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار التقص الحار بعدد من المدن مما يستدعي أخذ الحيطة والحذر خاصة بالنسبة للفئات الحساسة